السلام عليكم المدرس المساعد في رأس أحمد محمود كلية الزراعة قسم الثرى الحوانية جامعة بغداد متدر في جامعة إلينوي في هذه الوحدة سوف نتحدث عن الكشف عن الشبق وهميته وبعض الأدوات التي يمكن استخدامها للمساعدة في الكشف عن الأبقار في فترة الشبق المقدمة أن تحديد الشبق في حق الأبقار هو أمر حيوي وربما يعتبر من أهم العوامل الحرجة لإنجاح عملية التناسل يجب أن يتم كشف الأبقار في فترة الشبق حتى يمكن أن يتم تلقيها في وقت مناسب ولا بد من تأكيد أن الأبقار في دورة طبيعية بعد الولادة لتحديد الأبقار التي من الممكن أن تملك بعض أنواع تشوهات بعد الولادة وأيضا أن يتم تحديد الشبق هو أمر مهم لمعرفة الأبقار في دورة الشبق من أجل التنبؤ بدورة شبق أخرى في الحالة التي تكون الأبقار فيها لم تمر بفترة طبيعية طبيعية وأخيرا فإن فقدان تحديد الشبق يؤدي إلى فقدان الحمل ممكن أن نتعرف على علامات الشبق أن أول مجموعة هي العلامات الثانوية تعتبر هذه مؤشر جيد لمعرفة أن البقرة في حالة شبق وهذه تتضمن عدة أشياء أول شيء تكون البقرة قلقة وغير مستقرة وكذلك فإن الأبقار تركض داخل الحضيرة بعض الأبقار سوف تفرز مواد مخاطية تخرج من فتحة المهبل وأيضا ترى حمرار الفتحة التناسلية وأيضا نلاحظ جفاف الفتحة التناسلية بالقرب من فترة الشبق في بعض الأحيان تظهر بعض الضوضاء في الحضيرة أحيانا نسمع لها بعض الصياح بالنسبة للأبقار وتدافع الأبقار مع بعضها البعض ولذلك سوف تلاحظ انخفاض في إنتاج الحليب أيضا نلاحظ بأن هذه الأبقار تقفز أو تثب الأبقار الأخرى النوع الثاني العلامات الأولية هي وقوف البقرة وتثبها أبقار أخرى وهذه نقطة مهمة جدا حيث تعتبر أفضل مؤشر على أن الأبقار في فترة الشبق نتعرف على أهم إشارات كشف الشبق توجد العديد من الإشارات التي تحسن من معامل تحديد الشبق في حقول أبقار الحليب من أهم هذه الإشارات هي تعيين شخص أو اثنين يقومان بتحديد الشبق نقترح بأن يكونان من أفضل العاملين في الحقل لذلك يعين شخصين حتى تكون لكل واحد منهما قراءة أو ملاحظة لتحديد الشبق الشيء الثاني هو إجراء من اثنين إلى ثلاث مرات بفحص الشبق لإجراء الفحص يكون هذا الفحص هو قبل الحلبة الصباحية وبعد الحلبة المسائية لذلك فإن ملاحظة الشبق أثناء الحلب أو تناول العلف يعتبر أمر غير فعال لأنه احتمال أن البقرة لا تظهر علامات الشبق خلال هذه الأوقات عندما يتم ملاحظة الأبقار يجب أن تقضي مدة 15 دقيقة لكل مرة وملاحظة البقرة بشكل حذر لذلك من غير المجدي دمج عملية كشف الشبق مع أعمال أخرى بالحقل أيضا شيء مهم آخر هو أن ندع الأبقار تتمرن في مساحة الحضيرة مع احتكاك جيد بين الأبقار فيما بينها عندما يتم تحديد الشبق لذلك فإن الأبقار تظهر أقل علامات الشبق على الأرضية الكونكريتية أكثر من الأرضية الترابية الصلبة أخيرا يجب أن ندع الأبقار مع بعضها البعض حتى تقفز الواحد على الأخرى عندما تكون الأبقار في فترة شبق وبهذه الحالة سوف نتعرف على أن البقرة في حالة شبق وهذا هو المطلوب إذا بقت تحديد الشبق مشكلة ماذا سنعمل؟ نقوم باستعمال الهرمونات من أهم فوائد هذه الطريقة هو جلب البقرة إلى الشبق باستعمال الهرمونات لتنظيم دورة الشبق وأن هذه الهرمونات تنظم التخطيط لتقليل الوقت الضروري لتحديد الشبق والتلقيح الاصطناعي وأيضا ممكن وضع جدول للتلقيح الاصطناعي بوقت مناسب وملائم على سبيل المثال نتجنب إجراء التنقيح خلال أطلة نهاية الأسبوع لكن من أهم مساء هذه الطريقة هي كلفة هذه الهرمونات وأيضا تحتاج إلى إدارة وخبرة ممتازة نتعرف على أهم تقنيات الكشف عن الشبق هناك العديد من التقنيات المتنوعة لتحديد الكشف عن الأبقار في فترة الشبق وإذا أراد أحدما في المراقبة المستمرة لهذه الأبقار وعلى مدار 24 ساعة ولمدة 7 أيام بالأسبوع فأن هذه تكون مهمة بسبب أن الأبقار تظهر علامات في فترة الشبق قصيرة جدا وأيضا فإنها تقوم بالوثوب على الأبقار الأخرى مرة أو مرتين في فترة الشبق لذلك فإن تقنيات الشبق تعطي الوقت المناسب والتحديد الآلي للشبق لذلك من السهولة التعرف على سلوك الأبقار عندما تقفز الأبقار على الأخرى وبالتالي يتم تلقيح هذه البقرة أيضا تعتبر مهمة لأنها تعمل على طول عمر البقرة وأيضا تقضي على العمالة الموجودة في حقوق الأبقار أهم مساعدات الكشف عن الشبق هناك بعض مساعدات تحديد الشبق والتي تتوفر اليوم التي ممكن أن نستعملها في الكشف عن الشبق في أبقار الحليب أولا نتكلم عن وضع التباشير أو وضع الصبغ على أسفل الرئيس للبقرة ونتكلم عن وضع مؤشر الوثبات وهو حساس للضغط يوضع على مؤخرة البقرة من المساعدات الأخرى هي مساعدة التي تسمى بساعة الشبق والتي ترتبط مع مستجيب يوضع على مؤخرة البقرة الجزء الرابع هو نتكلم عن عداد الخطى والذي يقيس فعالية البقرة عند المشي أو الركض داخل الحضيرة وأخيرا توضع جهاز تعليم يطلق عليه كرة وضع العلامة توضع على ذقن الثور والذي يقوم الثور بوضع علامة على البقرة عندما يسب عليها الثور في فترة الشبق أو عملية أخرى أو طريقة أخرى هي معاملة البقرة بهرمون التستوستيرون أو ما يسمى بالهرمون الذكري حتى يتم استعمال هذه البقرة للكشف عن الشبق لأبقار أخرى في فترة الشبق طريقة الأخرى في مساعدات كشف الشبق هي وضع الطباشير أو الصبغ على الذيل يعتبر هذا النظام رخيص الثمن وممكن شخص واحد القيام بهذا الكشف لكن القيام به بوضع الطباشير أو الصبغ على منطقة الخلفية للبقرة منطقة الظهر لذلك عندما نلاحظ الصبغ أو الطلاء على بقرة أخرى معناه أن البقرة في فترة الشبق أيضا ممكن استخدام لون الطباشير كرمز وأن هذه الألوان تتوافق مع الأبقار في مراحل مختلفة من عملية فراز الحليب لذلك فإن هذا النظام يعتبر مؤقت بسبب أن الطلاء والطباشير ممكن أن يزال من البقرة وأيضا هذا النظام يحتاج إلى يد عاملة كثيرة موجودة في الحقل أهم المساعدات الأخرى لكشف عن الشبق هي لسقة وثبات الشبق في هذه الطريقة نستعمل هذه اللسقة حيث تكون حساسة للضغط بحيث عندما تضغط هذه الرقعة فإنها سوف يتغير لونها وتكون لعدة ثواني لذلك عندما تحمل البقرة هذه اللسقة فإنها تكون بيضاء وغير فعالة لكن عندما تثب بقرة أخرى على هذه البقرة التي تحمل هذه اللسقة ولعدة ثواني فإنها سوف يتغير لونها إلى اللون الأحمر البراق وهذا يساعد القائم على الكشف عن الشبق بالتعرف على أن هذه البقرة في مرحلة الشبق تعتبر هذه الطريقة ليست غالية الثمن ولكن تحتاج إلى يد عاملة كثيرة من أهم الطرق التي تساعد على كشف الشبق هي المستجيبات الحساسة للضغط في هذه الطريقة يتم تسجيل وثبات البقرة على جهاز كومبيوتر وهذه اللسقات تكون موصولة بمستجيب الذي يقوم بتسجيل كل هذه المعلومات التي نحصل عليها في فترة الشبق إلى كومبيوتر وممكن أن يعطي مؤشر على سلوك الوثب وأن هذه البقرة في فترة الشبق لذلك تعتبر هذه الطريقة غالية الثمن وممكن أن يفقد هذا المستجيب أو هذا الجهاز من على ظهر الأبقار نتعرف على مساعدات الكشف عن الشبق والذي يسمى بعداد الخطأ يكون هذا الجهاز بسيط حيث يربط حول ساق البقرة وهذا العداد يقوم بتسجيل مشي أو فعالية ركض الأبقار تعتبر هذه الطريقة غالية جدا أكثر من الطرق السابقة التي ذكرناها أيضا ممكن فقدان هذا الجهاز من الأبقار أثناء المشي في الحضائر لكن هذه الطريقة قد تعطي قراءة خاطئة ولكن هذا يعتمد على نوع المسكن حيث تعتبر هذه الطريقة غير مناسبة إذا كانت هناك عدد قليل من الأبقار في الحضيرة في فترة الشبق لذلك فإنه عندما توجد أعداد كبيرة من الأبقار فإنها سوف تعطي اختلافات كبيرة في الفعالية وممكن أن نتعرف على الأبقار في فترة الشبق متى يتم التلقيح؟ في حالة العجلات فإنه في معظم حقول الأبقار يتم تلقيح العجلات بعمر 20 إلى 24 شهر ولا يتم التلقيح بوقت مبكر أقل من هذا العمر حتى يتطور الحجم بشكل كافي أو كامل أما في حالة الأبقار فإن الرحم يحتال إلى وقت حتى يرجع إلى حالته الطبيعية بعد الولادة ولذلك يتم تلقيح الأبقار من 45 إلى 60 يوم بعد الولادة حتى نتأكد من صحة البقرة بعد الولادة ونتأكد من أنها في حالة جيدة وطبيعية بعد فترة الانتظار الطوعية وعندما يتم تحديد البقرة في فترة الشبق فإنه توجد توصيات شائعة يطلق عليها قانون الصباح المساء هذا يعني أنه عندما تظهر علامات الشبق بالأبقار في الصباح فيتم التلقيح بفترة المساء وإذا ظهرت فترة الشبق في فترة المساء فإنه يجب تلقيح البقرة في الصباح التالي لذلك يتم تلقيح في النصف الأخير من فترة الشبق وقت التلقيح إن سبب اختيار قانون الصباح المساء هو حتى يعطينا أفضل نجاح لنسبة الإخصاب لأن طول الوقت الذي تظهر فيه البقرة في فترة الشبق يكون حوالي من 12 إلى 18 ساعة بشكل رئيسي إن البقرة في فترة الشبق سوف تعطي علامات ثانوية لذلك فإن السبب من تلقيح البقرة في النصف الأخير من فترة الشبق هو لضمان النضج وكذلك أن الحيمن يكون قادر على الإخصاب وأيضا فإن البويضة تكون في مرحلة الإباضة ملاحظة مهمة يجب أن نشير بأن الإباضة لا تحدث بعد انتهاء فترة الشبق نحن نريد أن نتأكد بأن الحيمن قد أصبح جاهزا للإخصاب وأن البويضة قد أطلقت في عملية الإباضة لذلك إذا تم تلقيح البقرة في وقت مبكر بين الشبق فاحتمال أن الحيمن تموت قبل أن تحدث عملية الإباضة أيضا إذا تم التلقيح في مرحلة متأخرة بعد الشبق فإن البويضة سوف تموت قبل أن يكون الحيمن جاهزا للإخصاب لذلك فإن أنسب وقت للتلقيح هو في النصف الأخير من فترة الشبق الفعلية والمبينة في اللون الأخضر في السلايد ممكن أن نتعرف على أهم تأثيرات ارتفاع درجة الحرارة على الشبق إن مشكلة ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف تؤدي إلى تقليل معامل تحديد الشبق يؤدي أيضا إلى تقليل نسبة الإخصاب في الأبقار حيث أظهرت إحدى الدراسات بأن الأبقار المعرضة لدرجة حرارة 32 درجة مئوية ولمدة 72 ساعة بعد حدوث الإخصاب تعطي نسبة إخصاب 0% وأيضا تعطي درجة حرارة المستقيم بحوالي 40 درجة مئوية لذلك فإن ارتفاع حرارة المناخ ليس فقط تؤثر على الخصوبة ولكن أيضا تؤثر على تطور الأجنة بسبب ارتفاع أن ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من سبعة أيام بعد التلقيح يؤدي إلى حدوث أضرار في تطور الأجنة لذلك هناك عدة طرق مهمة لتبريد الأبقار حتى نحسن من معامل التناسل خلال أشر الصيف من أهم التوصيات هي أولا كشف الشبق هو أمر حيوي وفعال وأيضا الأمر الثاني هو يجب معرفة علامات الشبق حتى ممكن أن لا نخسر إجراء الحمل في الأبقار والشيء الثالث هو أدوات تحديد الشبق ممكن أن تحسن الكشف عن الشبق بنجاح والأمر الآخر تحديد الشبق الفعال سوف يساعد على إجراء التلقيح الاصطناعي والحصول على أعلى نسبة أخصاب في الأبقار وأخيرا هناك عدة طرق لتبريد الأبقار وأن تبريد الأبقار يحسن من كشف الشبق وأيضا يحسن من معدل الأخصاب في الأبقار وشكرا